من أشراط الساعة زمن الرويبضة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمام الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة يا رسول الله قال الفواصق يتكلمون في أمر العم الحديث الصحيح في السلسلة الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله عنه يا عم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الدعاء بالعافية الحديث الصحيح حند الترغيب